دايما نسأل في بطولات العلم للمنتخبات متى نرى منتخب افريقي او اسيوي او عربي في المباراة النهائية او في المربع الزهبي استثناءا كوريا الجنوبية في المنديال اللي تم تنظيمه هناك يعني لكنه كاس العلم للاندية ألم يقن الاوان بعد العرض الرائع اللي قدمه الهلال امام تشيلسي وكان قريبا على الاقل من ادراك الاتعادل يعني حتى والوصول الى راكرات الترجيح والنادي الاهلي اللي قضع من وجهة نظري فرصة زهبية امام بالمراسل نواصل الانهائية كاس العلم ألم يقن الاوان في نسخة قادمة انه نرى بطل اسيا وبطل افريقيا ويكونوا الاتنين ان شاء الله عرب في نهائي المنديال بالوضع الحالي صعب صعب لانه الفرق النظام البطولة مخصص لبطل امريكا الجنوبية وبطل اوروبا في نصف النهائية مباشرة يجي مرتاح في نصف النهائية العب مباراة العب على النهائية بينما اللعب على الفرق الثاني قد يعاني تحتاج الى انه انت تغير نظام البطولة الشي الغريب انه النظام هذا موجود من سنوات وما فيش حد يعني طالب بتعديله لانه للأسف اللي كانوا يشاركوا ما كان عنده طموح ما كان عنده طموح يوصل للنهائي او حتى ما فكر انه يوصل للنهائي الهلال اليوم لما لعب المباراة هذه قدم طلب تغيير نظام البطولة قدم بالفعل ولا قدم من خلال مستوى اصدقك لا من خلال رسمي رسميا انه يطالب بتعديل بعد عنوان مهم جدا بالضبط رسميا نادي الهلال السعودي يطالب بتغيير الى الى اي نظام اخر يكفر العدالة امام الجميع لانه انا عندي فريق قادر يوصل للنهائي للامانة مسيماني قال كده وكان غاضب جدا وقال لك شميع انه انا كذبان السنة اللي فاتت فريق بن مراس صحيح ليش هو عنده فرصة يلعب النهائي نا وانا كن لعبته تعبته حتى نظام البطولة لا يعطي فرصة للراحة يومين مستحيل ان انت تلعح البطولة احنا بنلعب وبعد يومين بنلعب تاني يعني كانوا انت سلق بيض بالنسبة للفرق ذي الفرق وربه هذي تيجي تاخذه تاخذ الكاس وتمشي فيجب يكون فيه ضغط من قبل الاتحادات المشاركة اللي تشارك فرقها في البطولة هذه بحيث يتم تعديل النظام حتى يكون فيه مجال الفرق العربي انها ممكن تصل ممكن تنافس عندنا فريقين عربيين وصلوا للنهاية قبل كذا نا العين الاماراتي والرجاء المغرب مزبوط وصلوا للنهاية وما زينبك كونغولي بالضبط نا وهذا لو وصلوا للنهاية حيضا فريق ياباني نا